يعني ده حديث الكابتن عصام الشوالي شفته قال ايه عن لعبة النادي الاهلي شفته قال ايه كمان على بيتسو موسماني المدير الفني بيتسو موسماني العبقاري بيتسو موسماني اللي بعد المبارات الخماسية انا شخصيا سمعت تحليلات وسمعت كلام يدعو للدحك يعني ده يعني اقل توصيف يدعو للدحك لما اسمع ان النادي الاهلي لعب الشوط الاولاني كويس والزمالك لعب الشوط التاني احسن كأن مباراة طايرة مباراة الديربي يوم الجمعة الماضية كانت مباراة طايرة الاهلي لعب الشوط الاول احسن وكسب والزمالك لعب الشوط التاني احسن وكسب خلاص كنا عملنا شوط فاصل ثالث وكانت نوضيها مباراة طايرة النادي الاهلي فاز في الشوط الاول ثلاثة والزمالك فاز في الشوط التاني ثلاثة اثنين ده كلام تاني كمان حديث ثالث من الكابتن خالد الغندور في أونسبورت مفروض اللي هي قناة محايدة مع الكابتن سيف زاهر هو بيقول إن الهدف الأول بتاع أليو ديانج ده هدف فيه حظ هدف جاي من صدفة الهدف التزديدة اللي خبطت في القائم ورجعت في ظهر أبو جبل اقتصر الهدف أو اختزل الهدف كله في التزديدة دي بس طب تعالوا نشوف مع بعض الهدف ده وبدايته لا ارجعوا لي وهتولي من أول رمي التماس ونعد مع بعض على التمريرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسةاشر ستاشر سبعة تاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين قبل ما يسدد يسدد النادي الاهلي عمل عشرين تمريرة ده الهدف اللي كان فيه حظ وهدف فيه توفيق وهدف جاي بالصدفة ده عشرين تمريرة تخالي النهاردة عشرين تمريرة الاهلي كسب بالحظ هدف ديانج حظ جاي بالصدفة فرجونا الهدف الهدف الحلو ده اللي جاء من عشرين تمريرة وتنتهي في القائم او تنتهي في العرضة وترد في ظهر ابو جبل هو ده بيتسو مسماني اللي ناس شككت فيه بعد المباراة وقالت بيتسو مسماني طب النهاردة العشرين تمريرة اللي احنا شفناهم دول لو هم حظ طب يترك كراره تاني في المطش اتكراره تاني علشان يبقى شغل مدارب ولا جوم حظ مرة طب تعالوا نشوف ستة وعشرين تمريرة تانية عشان نشوف بيتسو مسماني العبكري نبتدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اكرم انتشار جيد ستة سبعة هدوء وانتشار ملعيت الاهلي تمانية ارجع للشناوي ما عنديش مشكلة تسعة حمد فتحي انزل عشرة هي دي لعبت الناد الاهلي حضاشر ده بيتسو مسماني العبكري للناس شككت فيه اتناشر طويلة ما عنديش مشكلة اعمل طويل واعمل قصير انوع تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر طمانتاشر تسعتاشر عشرين انا بستمتع انا بستمتع وانا وقف باتفرج وبعد واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين لعبت الناد الاهلي انتشار جيد في كل ارجاع الملعب في كل نقطة في الملعب اربعة وعشرين طويل تاني ما عنديش مشكلة اعمله صير وطويل خمسة وعشرين الستة وعشرين هنا لعبت الزمالك عشان تقطع كرة وتوقف النقل ده كله لازم اعمل فاول مع المعلوم مش قادرين ياخدوا كرة من العبكاري هنا بيتسو موسيماني ولا كارتيرون اللي مش قادر يوقف لعبت النادي الاهلي بوقف لعبت النادي الاهلي بعد ستة وعشرين تمريرة بفاول زي ما احنا شايفين مش ده بيتسو موسيماني اللي الناس بتشكك فيه كل مباراة بعض المغردين ولما بنقول النهار ده لازم بفيه حياد في التحليل هو ده بيتسو موسيماني ودي الاهدف اللي احنا بنقتصر في اللقطة الاخيرة شفتوا الشغل ده ستة وعشرين تمريرة في لقطة تانية غير لقطة هدف الاول بتاع ديانج تعالوا نشوف الهدف التاني ومليون في المية الصورة متنجدبش ده الهدف التاني اللي جيه من ركل الجزاء برضو ستاشر تمريرة اتنين اللي جيه من ناحية المسلوثي تلاتة اربعة انتشار جيد ملعيت الاهل خمسة ستة تواجد احمر في كل مكان سبعة تمانية تسعة عشرة علي معلول العمل مباراة هيلة وارجع تاني حداشر معديش مشكلة خلي بالكو الانتشار ده في كل لعبة حمد فتحي وهو هادي تلاتاشر بدر بنونو الرؤية الساقيبة في نص الملعب اربعتاشر خمستاشر محمد شريف لا اصغرة علي معلول جيري راكل الجزاء على طول راكل الجزاء مش مهم ان انا شوف راكلة الجزاء ارجعوني لو سمحتوا المهم ان انا شوف الشغل اللي قابلي راكلة الجزاء ان انا سمعت برضو كابتن خالد الغندور مع كابتن سيف زاهر في قناة اون اللي مفروض هي قناة محايدة بيقول السياه دا في الاهل راكلة الجزاء يعني ممكن نشير راكلتين جزاء يعني النتيجة خلصت ايه مش فاهم يعني تلاتة تلاتة يعني ولا ايه مانا مش فاهم طب الشغل اللي حصل براكلة الجزاء والنهاردة بيقطعه في موسيماني ويشيده بكارتيرون هو كارتيرون مش شايفين ان الخمس اهداف من ناحية اليمين في ان التدخل الفني من كارتيرون نشوف الهدف اللي بعدين هدف محمد شريف العالمي هنا الضغط وعايز اقف بقى هنا على الضغط هنا شايفين اقف 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 موقف تلاتة على تلاتة شايفين تلاتة على تلوينش برا اللعبة تلاتة على تلاتة النهاردة ابتدى الاول اتنين على اتنين محمد شريف على محمود علاء افشا على المسلوسي عمر سلوية ضغط على طرق على طرق حامد النهاردة ده شغل ايه مش ده شغل مدرب قال لللعيبة نضغط فين على نقطة ضعف الزمالك عند محمود علاء وعند المسلوسي اكيد مدرب كبير قاعد دارس الخص ودرسه كويس قبل المباراة واشتغل برضو على التفاصيل الصغيرة انا ما يهمنيش الهدف الهدف من احلى الارواح لكن انا عايز اقول الشغل الفني اللي حصل قبل تسجيل الهدف علشان ما نقللش ممسماني مسماني مدرب كبير بالارقام مسماني مدرب كبير بالشغل اللي احنا شايفينه قدامنا شايفين مواقف اللعب والضغط اتنين ضد اتنين وتلاتة ضد تلاتة عشان استخلص الكرة ان فيه صغرة هنا في نادي الزمالك في النقطة دي كارتيرون اللي قاعد برا الناس بعد المباراة عمالة تشيط به علشان جاب تلاتة اهداف ورجع تاني طب فين المسماني اللي جاب خمس اهداف لازم الرجل ياخد حقه نشوف الهدف الرابع هدف شفنا تلات اهداف ده هدف من ركنية هدف من ركنية النهاردة المدير الفني برضو مسماني لما بيحفظ لعبته قبل المباراة بديهم واحد اتنين تلاتة بديهم تلات حلول واللعيب له حرية الاختيار النهاردة افشا اختار شاف الاختيار الافضل بنسبة له كده طب تماكز لعيبة نادي الزمالك ارجعوا لي بالركنية من الاول لو سمحته افشا وهو بيعمل كرة اوقف اوقف كمل كمل اوقف بقى هنا اوقف هنا لو سمحت هنا لعيبة الزمالك اللي اتنين اللي وقفين زيزو ووباما صحيح مليون في المية لعيبة الزمالك وهي دخلة ومسكة صحيح مليون في المية طب فين اللي حمد 18 من برا ما هو ده شغل مدرب فين كارتيرون هنا اني يوقف واحد يحمد 18 مع ديانج ده شغل مدرب ليه ما اتكلمناش على كارتيرون واخطاقه ديانج وقف واستلم وشرب كوباية الشاي وركنها براحته ده زكاة من موسيماني اللي اشتغل ركنية هيلة النهاردة مع اللعيبة بتاعته ومع الاسلحة بتاعته والنهاردة ده خطأ من كارتيرون وقفش واحد على 18 ما ده هدف برضو هدف مدرب اللي احنا بنقلل منه بيتسو موسيماني نشوف الهدف الخامس فراجونا على الهدف الخامس ده راكل الجزاء برضو راكل الجزاء الاول برضو ابتدت كالعادة 12 تمريرا للنادي الاهلي عملية الاستحواز اللي بيتسو موسيماني مميز بها من وقت ما كان موجود في سانداونز وبيوجدها دلوقتي مع النادي الاهلي انتشار جيد لعيبة النادي الاهلي شايفة كل الملعب انتشار النهاردة مرس توفيات انا حالي مين بيطلع له اكرم توفيق بدور الملعب من اليمين للشمال الكرة قطعت لعيبة النادي الاهلي عملت ايه النهاردة السلية ضغط ضغط عالي في منطقة هو شايف ان انا ممكن اقطع فيها ده شغل ايه برضو شغل مدرب قبل ما يكون لعيبة قبل ما يكون لعيبة ده شغل مدرب اللي بيدي النهاردة الفكر ده لللعيبة هو المدرب اللي بيدي الفكر ده لللعيبة هو المدرب شايفين الانتشار كرة قطعت هنا عمر عمر السلية ضغط هايل ضغط هايل الضغط ده أي الهلو مسيماني في محاضرة المباراة نهارده نضغط على مين على نقطة الضعف خلي بالكوا ده الهدف الخامس والمسلوسي موجود في الملعب المسلوسي موجود في الملعب فين التدخل الفني من كارترون للمحللين أشدوا بيه كارترون المسلوسي خمسة أو لسه موجود في الملعب وكارترون كأنه مش موجود في الملعب وبيتسو مسيماني العبكري بقى الخمس أهداف بالحظ